لكن في عدد 16 بتقول كده لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك الجزء ده بيبين أنها إيه؟ بتحب التسقط بيها لما قرينا وهنا بتقول لها أنا مش هتركك ومش هرجع عنك لأنه حيثما ذهبتي أذى وحيثما بيتي أبيت ده الجزء ده بيبين أنها مكملة معها ملتسقة بيها لسه بتكمل محبة لكن الجزء الجاي هو ده الأهم شعبك شعبي إحنا قلنا دي مينين؟ من مؤاب قلنا عندها كم إله؟ أليه قلنا دي عايشة فين دلوقتي؟ في وطنها يعني سمحوني بس كده عايز أفكر تفكير غريب شوية يعني هي لما تشوف إله بيجيب واحدة من مجاعة ويقعدها معاهم وبتيجي هي وجوزها وعيالها والراجل ده هي يعني وكأنه مش نعمي بتقوله من شوية رياد القدير خرجت علي ممكن رعوز تقولي يعني نجابه من مجاعة وخلص لها لجوزها وخلص لها لعيالها أمشي معا الزاي خلينا جماعة نفكر سمحوا لي أقولكم إحنا محتاجين الأيام دي وإحنا بنقرأ الكتاب نتأمل وإحنا بنقرأ الكتاب نفكر وإحنا بنقرأ الكتاب نختبر كل نصه وندرسه ونشوف الله فين في النص ده شعبك شعبي وإلهك إلهي ده معناه إيه؟ إن الله اللي هي عرفته ما عرفتهش بالظروف إن الله اللي هي عرفته ما عرفتهش بمجرد قصة نعمي حتى لو نعمي عكت لها لكن الموضوع مش شعب بس الموضوع ده هي كمان ثابت شعبها عشان تروح لشعب تاني وكمان ثابت أليهتها عشان تروح لإله تاني واحد أنا شايف في النص ده شايف الله بيعمل في قلب مين؟ رعوز يقول لها زي ما قال إبراهيم زمان اخرج من أرضك عشرتك من بيت أبيك إلى الأرض التي أريك إبراهيم كان عارف هيروح فين؟ مش عارف إبراهيم كان عايش في وسط استقرار كان عايش في وسط بيته كان عايش في وسط علته كان ممكن وعايش في وسط غناء على فكرة إبراهيم غني جدا ولما مش مع رب كان غني جدا لكن اللي حصل إن الله لما بيدعو الله لما بيدعو بيدعو لشعب جديد وإحنا النهاردة لو مش حسين إن إحنا شعب جديد مختلف عن هذا العالم إحنا في كرزة إحنا في كرزة واحنا لو مش حاسين ان لينا اله مختلف عن اي اله في العالم احنا في مصيبة عشان كده ربنا بيعمل في قلب رعوز وممكن يكون بيعمل في قلوبنا النهاردة وعمل في قلبنا قبل كده انه قال لك انك مش عايش انك عايش استقرارك انك عايش سلامك على فكرة رعوز كان اسهل حاجة بالنسبة لها ايه يا جماعة بيتها بلدها قليهتها راحتها لكن هي راحت مع حمتها بالرغم انها ما فيش اي التزام لا شرعي ولا قانوني ولا اخلاقي ولا ديني يخليها تلتزم بحمتها يا هالقلب اللي بيحب لما ربنا يتقابل معاه يتخير